فكانت التحدي أن يكون قائد رهيب وإصرار أن هذا يحصل فكانت دي أول الصعوبات اللي هدفنا الحمد لله بإصرار على أن هيعمل ده فكانت دي العقبة الكبيرة أول فقلنا الحمد لله لكن نتضح أن من سلسل كل الأستاذ عبد الرحيم عملنا في ألغان كل خاطبة وبلغة فكانت الحكاة صعبة بشكل إرعادة في المية وفي الكبار وفي كل حاجة لدرجة حب يشفق علي في المعارك فعمل معارك بشكل أسطوري برضو ولكن بطريقة حكي ورابطة فأنا بكيت صعبة صعبة بكيت حقيقة قلت لا لما يكون عندنا زعيم مبطر بالشكل ده وأنا علشان أوفر أو شفاقة بالمجبود إنه نطلحش بشكل كويس إنه أعمله حكي على الرغوة لا إحنا نعلم المعارك ما هتكون مكلفة جدا ويعني مع الحاجة في فرنسا فقدر يعمل الإنين مستعنى بمخرج عالم اللي هو قول وسط ده أعمل مملكة الخواتم وكان هو المخرج المعارك اللي اسم بير يعني يعتبر رقم واحد في العالم ولكن للأسف كان الفترة الزمنية لإننا كنا بنعود المساكلة عن أبو في رمضان كانت قليلة وأعتقد أن كان عادينا بساعة من الوقت كنا هنشوف معارك تضاهي المعارك التي تضعي صرف في أكبر أفلام أعالم ده كانت حاجة أعمال المظهر الحقيقي إن كان في صراع وتحدي مدين جميع المجوم فكان مفاجأة لي أنا شخصيا زميدي وأستاذي السمح السوريتي لأنه يعمل دوست ويعمل منتهى الشر المدفون وفي لحظة نلاقيه هو أخلص إنسان وهو المصير الوحيد فكانت شعر كان ممكن أو تفرق ويبقى الانطباع اللي اتاخد من حوالي 27 حلقة يبقى صعوبة التحول في الثلاث حلقات التانية فتبقى غير موقنعة للرصيد اللي هيسيبه السبع وعشرين حلقة فالحمدلله إن كان التوفيق بإمكانيات الرسال السامح السوريتي الفنية العالية جدا فأنا أعتقد إن أنا تنتم أحزوز بسجل بشكل كبير جدا إن أعمل العمل بالنسبة لي هو أهم أعمالي وإن كان عندي برضو الرحاية لأن كاتبها أستاذنا أستاذ عبدالحين كمان فالعملين أنا شايفيني شيخ العاط الماني تبهي رحلتي أنا شخصياً الفنية والعمل الوحيد في كميع الأعمال الترامية في مصر اللي عرض في ألمانيا في 11 قام العمل الوحيد اللي تم ترجمته إلى الألماني وتعرض بعدها سنتين وتم تكرمنا من جاليات العربية في أمريكا في ميشكا كان هو العمل مع الشيخ العاط الماني أنا سعيد وأنا مفرستكم وأغطرت إليكم وأغطرت إليكم يعني سألوني معيش شكراً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة للمشاهدة